السيد دكتور رئيس مجلس الوزراء السيدة أنا كلاوديا روزنباخ المدير التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية السادة الوزراء السادة الحضور السادة ممثلي الصحافة العالمية والمصرية تستضيف مصر بعد أسابيع قليلة النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضاري العالمي وبهذه المناسبة نود التأكيد على استعداد مصر الكامل لاستضافة هذا الحدث الهام وحرصنا على تنظيم نسخة مميزة تعكس مكانة مصر وقدرتها على استضافة الفعليات العالمية الكبرى على غرار تنظيمها الناجح للعديد من الفعليات والمؤتمرات الدولية خلال السنوات الأخيرة وكان آخرها قب 27 وتأتي استضافتنا لهذا المنتدى الهام في وقت شديد الأهمية حيث تواجه المدن والمستوطنات البشرية في العالم كله تحديات غير مسبوقة تتعلق بالنمو السكاني الكبير والسريع وتغير المناخ والتنمية المستدامة ونضرة المياه وفقدان المسكن وتوفير التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات ومن هنا يمثل هذا الحدث الهام فرصة مثالية لتبادل الأفكار والممارسات المثلة وتطوير استراتيجيات فعالة والبحث عن حلول مبتكرة تعذز من جهود التنمية الحضرية وخلال لقاء السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء اليوم بالسيدة أنا كلاوديا والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية وكذلك خلال لقائي اليوم معها تم التأكيد على الأهمية البالغة التي توليها القيادة المصرية القيادة المصرية لاستضافة هذا الحدث الهام وضرورة مواصلة التنصيق والتعاون الوثيق مع البرنامج لضمان عقادة المؤتمر وهذا المنتدى الهام على أكمل وجه وخروجه بالشكل الذي يليق بالخبرة والتجربة المصرية المتميزة في مجالات التنمية الحضرية والتحضر واتفقنا في الرؤى على أن الأحداث الإقليمية الجارية في المحيط الإقليمي لمصر لن تؤثر إطلاقا على استضافة مصر لهذا المنتدى ومن ثم نشجع الجميع على المشاركة حضوريا في هذا المنتدى الهام بالقاهرة عاصمة الأمن والأمان في العالم وذلك للتفاعل مع أنشطة وفاعليات المنتدى فضلا عن الجولات الميدانية التي سيتم تنظيمها للتعرف على الطفرة الحضرية التي حققتها مصر في السنوات الماضية كما أكدت من جانبي على أن وزارة الخارجية لن تألو جهدا في تيسير إجراءات المشاركة في هذا المنتدى الهام ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا الإطار لتقديم الدعم اللوجيستي والتنظيمي اللازمين لنجاح هذا المنتدى وبما يوفر سبل الراحة لجميع المشاركين ويأتي حرص مصر على استضافة هذا الحدث الهام أيضا في ظل ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وحضرية غير مسبوقة خلال السنوات العشر الأخيرة حققت فيها إنجازات كميرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية ولعل الافتتاحات الأخيرة التي أجراها السيد رئيس الجمهورية بالأمس للعديد من المشروعات الحضرية والبنية التحتية تعد أحد الشواهد على هذه النهضة العمرانية وسنحرص خلال المنتدى على إبراز التجربة المصرية ونقلها لجميع أشقائنا في الدول العربية والدول الإفريقية والدول النامية وذلك في إطار تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين مختلف أصحاب المصلحة خلال المنتدى وختاما أشكركم ونتطلع للترحيب بكل ضيوف مصر في القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة للمشاركة في أعمال هذا المنتدى وشكرا جزيلا شكرا جزيلا